السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيك وفي محاضرة جديدة بدور التصميم وطبيعة اللوحات الإلكترونية اليوم إن شاء الله سنبدأ في شرح برنامج لبروتس كبرنامج سيميليشن للدوارة الإلكترونية برنامج لبروتس هو يحتوي على أيقنتين أو برنامجين في بعض برنامج آيسيز وبرنامج الأرس برنامج آيسيز أيقونتو زرقة وبرنامج الأرس أيقونتو حمراء برنامج الآيسيز يستخدم لعملية رسم السكيماتيك دايجرام وعمل سيميليشن للدائرة الإلكترونية أما برنامج الأرس يستخدم لتصميم لوحات البيسي بي الليئاوت الآيسيز اختصار لإنتج إنتليجنت سكيماتيك إمبوت سيستم أو إنتليجنت سويتشينج إمبوت سيستم فرح نبدأ نتعلم في هذه المحاضرات القادمة على برنامج الآيسيز ونشوف كيف إيش بيحتوي البرنامج وكيف إحنا ممكن نطبق دوائر متنوعة لهذا البرنامج اليوم إن شاء الله في المحاضرة هاي رح نشوف نتعرف على الواجهة تحت البرنامج كيف ممكن إحنا نجيب قطع إلكترونية من البرنامج ونضيفها للقائمة تبعتنا عملية تشبيك القطع الإلكترونية وتعديل إعداداتها كيف أنا ممكن أعمل لمحاكاة لدائر الإلكترونية بسيطة وكيف أنا ممكن أحفظ الدائرة عندي وكيف ممكن أنا أطلع لسكماتيك ديجرام تبعي كملف بيدي أف بس قبل ما نفوت على برنامج لبروتس بنا نوضح شغلة إنه أغلب برامج المحاكاة بتعمل نفس الوظيفة ونفس الشغل وحتى في طريقة الاستخدام كلها مشتركة تقريبا متشابهة جدا فأغلب البرامج تحت المحاكاة بقدر من خلالها أرسم مخططات إلكترونية وأغلب البرامج تحت وعلى مكتبة فيها عدد كبير من القطع الإلكترونية وهذا القطع أنا بقدر أعملها محاكاة وفي بعض البرامج تدعم موضوع إنه أنا أحول هذا المخطط اللي أنا برسم للوحة بي سي بي وأغلب برامج المحاكاة تحتوي على أدوات قياس زي الأميتر والفولت ميتر وأيضا تحتوي على أدوات أخرى زي راسم الموجات الأسلسكوب وأيضا ممكن تحتوي على فانكشن جينيريتور في برنامج البروتس فيه عنده إمكانية قوية جدا لمحاكاة الاتصال التسلسلي اللي هو الـ RS232 والـ USB وغيرها وأيضا يمكن من خلاله عمل محاكاة لمجموعة من البروتوكولات زي الـ I2C الـ SBI وبروتوكولات تانية كتير هذه أدفنتج ممكن موجودة في البروتس ومش موجودة في برامج تانية ولكن هذول النقاط الأولية كلها مشتركة في أغلب برامج المحاكاة للدوارة الإلكترونية طب خلينا في البداية نفتح البرنامج هاي البرنامج هاي وجهة البرنامج لحظه في عندي فوق آيقونتين الآيسيز والـ RS ممكن أنا عشان أفتح نافذة جديدة من فايل الـ New Project أو ممكن بكل سهول أجهة أضغط على الإشارة تحت الآيسيز رح يفتح معاي وجهة برنامج الآيسيز هذي وجهة برنامج الآيسيز اللي عندي أهم قائمة في البرنامج هي القائمة هذي لعجنب أول خطوة خلينا نشوف كيف نفتح اللايبرا لتاعت البرنامج ونبدأ نبحث عن القطع الإلكترونية ونضيفها لها القائمة تابعتنا طبعا القطع الإلكترونية تبعت عشان أنا أظهرها في عندي هنا آيقونة تظهر عندي هان قائمة العناصر لو أنا إجيت ضغط الضغطتين هان هي طلعت لي واجهة اللايبرا لتاعت البرنامج في عندي هنا كاتيجوري التصنيف تاعت القطع وهذا سب كاتيجوري وهذا المانيوفاكشورر إحنا عارفين في عنا أنواع للقطع الإلكترونية زي الريزيستورز الكابستور والإنداكتورز فالكاتيجوريز هي العناصر الإلكترونية السب كاتيجوري كل عنصر إلكتروني في منه أنواع فبيكون السب كاتيجوري فيها أصناف العنصر هذا والمانيوفاكشورر الشركات المصنعة لا العناصر فعلى فرض إحنا ممكن نبحث بطريقتين إما عن طريق الكتابة هان كتابة اختصار أسام العناصر أو عن طريق أنه أنا أجي أضغط هان مثلا بدي ريزيستور أنزل في القائمة هاي ريزيستورز هاي عندي هاني سب كاتيجوري وعندي هاني الشركات المصنعة وممكن أنا بكل بساطة هاي ريزيستور نجي ننجي هيك ومانيوفاكشورر فهاي إيش هاي الرمز تبع ريزيستور وهاني لاحظوا في عندي بي سي بي بري فيو بي سي بي بري فيو هانا هاي حاليا مش هنحتاجها لما نفوت في موضوع البي سي بي هنوضحها فهاي إيش الرمز تبع العنصر تبع الريزيستور وهي عندي قائمة كل عنصر اسمه والنوع تبعه وهان معلومات عنه كم وط بتحمل والباور تبعه أنا بعت من طريقة البحث عن طريق الكي وورد بكتب اختصارات العناصر فلو بدي مقاومة بكتب ري اس اختصار لريزيستور لاحظوا هان مكتوب جينيريك يعني هاي مقاومة بشكل عام محددتش أنا مواصفات معينة إلا لو عملت عليه دبل كليك هاي لاحظوا تم إضافتها في القائمة عندي لو بدي مثلا أجيب سويتش بكتب سويتش هاي كتبنا سويتش لو نزلناها في القائمة هاي عندي سويتش طبعا دائما لما انت تبحث عن عنصر ولقيت العنصر له أكتر من يعني في قائمة لقيت العنصر مكرر دائما اختار العنصر المكتوب جنبه اكتب ايش يعني اكتب يعني هذا العنصر البرنامج بدعم له السيميوليشن لو انت العنصر بعض العناصر يعني المش مكتوب عليها اكتب بتكون ملهاش ملف سيميوليشن فلما انت تعمل رانصر سيميوليشن زكي انه ملهاش سيميوليشن ولاحظوا ايش نوعه سنجل بول سنجل ثرو لو عملت عليه ضبال كليك هاي ظهر عندي اللي هو السويتش خلينا نجيب كمان ليد نكتب ليد هاي ننزل في القائمة لاحظوا هاي ليد ولكن هادا ليد ملوش ملف سيميوليشن لو انا نزلت في القائمة هاي مجموعة من الليدات اللي مكتوب جنبها اكتب فهي هانا بحكيلي الليد عندك ممكن اذا بدك لونه ريد او لونه يلو او لونه بلو او جرين فخلينا نختار واحد لونه ريد نضغط عليه دابل كليك خلينا ايش نسكر الواجهة تاعت السيرج فهيك عرفنا كيف عملية جلب القطع واضافتها للقائمة تابعتي القطع الواجهة هادي هي الواجهة اللي انا باجي بشبك فيها الدائرة تابعتي ممكن بالسكرول اعمل زوم ان وزوم اوت على الشاشة باجي هان بضغط على العنصر ضغطة وبضغط هان ضغطة بقدر ايش احط العنصر هاي حطينا مقاومة لو ضغط دابل كليك على العنصر تظهر لي واجهة بقدر انا خلال الواجهة اعمل اعدادات العنصر فلاحظوا في عندي اسم العنصر وعندي ايش الفاليو تبعته الريزيستنز تبعته لو انا بدي قيمة المقاومة بالاوم بكتب رقم اي رقم بالاوم هاي مسلا 55 اوم لو بدي اياها بالكيلو بكتب الرقم بكتب جنبيه كي لو بدي اياها بالميجا بكتب جنبيها ام ميجا فاحنا خلينا نقول ان المقاوم 22 اوم معنا العنصر بقدر لو عملت عليه كليك يسار اعمل له الروتيشن اغير الوريانتيشن تبعته وممكن انا هذا العنصر لو انا بدي كمان عنصر ممكن اجيها اضغط وحط عنصر كمان ضغطه كمان عنصر وممكن انا اضغط على عنصر وفي اندي هنا فوق ايش اسمه بلوك كوبي باجي بعمل بحط نسخ قدمة انا بدي للعنصر تبعي لو انا بدي امسح عنصر ممكن اضغط عليه كليك يسار وعمل له دليت اوبجيكت فيه طريقة تانية اسهل انه باضغط دبل كليك على الزر اليمين دبل كليك على الزر اليمين بلغ العنصر اللي انا بدي اياه فيحطينا مقاومة الخطوة التانية بدي اجي اجيب الليد واجي اشبكه مع المقاومة باجي هان ضغطه شبكنا الليد مع المقاومة بدي اجيب كمان السويتش هاي سويتش واجي اشبكه مع المقاومة هيك عندي هاي سويتش وهي مقاومة وهي ليد لقيت انا عشان اشغل الدائرة هاي بدي مصدر للفولت خلينا نرجع تاني للقائمة تبعتنا ونضغط double click بتجيب بطارية فبدكتب بطاري هاي بطاري اكتب اوكي هاي ضفت على القائمة عندي بطارية البطارية طبعا هاي اسمها بي وان اختصال لبطاري وقيمتها 12 فولت لو انا بدي اعدل اعدادات البطارية بضغط عليها double click او ممكن اضغط click يسار edit property هاي قيمة الفولت تبعها هانا هي حالية 12 انا بدي اياها 5 فولت هاي انتر باجي اشبك البطارية على الطرف الموجب مع السويتش والطرف السالب مع الليد تبعي هيك انا عملت سيمبل سيركت تتكون من مقاومة وليد وسويتش وبطارية السويتش هانا بتحكم في مرور التيار في الليد لو كان فاتح بمنع يمر التيار في الدار فالليد المفروض ما يضويش لو انا سكرت السويتش راح الليد يضوي طيب انا هلقيتها رسمت الاسكماتيك ديجرام تبعتي وبدي اجي اعمل لها سيميليشن كيف بدي اعمل رن للسيميليشن شايفين الشريط اللي تحت هنا في عندي زرار عامل زي الزرار تحت البلاي والستوب تحت الراديو فهذا الزر بعمل رن للسيميليشن وهذا زير بعمل استوب للسيميليشن خلينا نبدأ نعمل رن للسيميليشن نضغط ضغطه حاليا السيميليشن شغال لو انا اجي اضغط على السويتش مرد تيار في الدارة تبعتي فضوى الليد لو انا رفعت لو انا ضغطت تاني على السويتش فتح السويتش فوقف مرر التيار في الليد طبعا هذا السويتش نوعه سنجل بول سنجلي ثروه هو مينتيند لانه لما اضغط عليه بضله لاغط لما اضغط ضغطة تانية بيفصل لقدت احنا خلصنا من رسمي الاسكماتيك دايقرام كيف ممكن انا اعمل سيف للدائرة تبعتي عشان بعد هيك ممكن اعدل عليها باجها باعمل فايل سيف بروجيكت از باخذ له مثلا على سطح المكتب بكتب مثلا سيمبل سيمبل سيركت وباعمل له سيف فلو انا طفيت الملف تبعي هاي اتحفظ على سطح المكتب لو اضغط ضغطين هاي فتحت الاسكماتيك دايقرام تبعتي هادي اسكماتيك دايقرام ممكن انا احركها مين ما بدي في الملف تبعي كيف انا ممكن اخزن هذا السكماتيك دايقرام كعلى صورة ملف بي دي اف بحيث انا ممكن ابعته لشخص معين ما عندوش مثلا برنامج لبروتس عساس يشوف الدائرة باجي بعمل فايل في عندي هان امر اسمه اكسبورد جرافيكس في عندي هان امر اكسبورد ادوبي بي دي اف فايل بضغط عليه ضغطه بقول له اه بدي انا احول current sheet لملف بي دي اف وبعمل له بحدد الباث وين يخزن لياها يحاملته على سطح المكتب بدي اسميه بدي اسميه مثلا سيمبل سيركت ونعمل save واعمل اوكي هاي خزن حول لي الاسكماتيك دي جرام تبعتي لملف بي دي اف انا اه اه اطبعه على ورقة وبكل سهولة اتبع الدائرة واشبكها عمليا ففي هذه المحاضرة اه اخدنا نظرة عمع برنامج لبروتس وعرفنا كيف نبني دائرة بسيطة وكيف نجلب القطع الالكترونية ان شاء الله تكونوا استفدتم وان شاء الله رح نكمل في مواضيع اخرى في برنامج لبروتس في المحاضرات الجاية شكرا لمثابعتكم وبتمنى لكم كل التوفيق شكرا